نروح للجنباص في النادي الآلي الدكتور محمد فؤاد رئيس الجهاز بيستعد المسم الجديد وزي ما انتم عارفين عندنا صالة جنباص من احدث الصلاة ده دكتور محمد فؤاد اللي كان ضفنا في حلقة من الحلقات وعندنا عدد كبير جدا من جنباص اللي بيقدم برضو لمصر مجموعة من الكوادي الدكتور محمد فؤاد صرح لبرنامج الابطال وقال ان جميع فرق النادي بتتجاهز بأحسن شكل استعدادة لبطولات المسم الجديد وقال النادي هدف وهو الفوز بأغلب البطولات دي وانهنا حققنا نتائج كويسة جدا المسم اللي فات واكد ان الجهاز عمل برنامج تدريب لجميع اللاعبة سواء فنية او بدنية وده تحت اشراف طبعا تحت اشراف مدربين يعني اشراف احسن مدربية وبنحاول نجاهز اللاعبة البطولات باحسن شكل وكمان اكد نبدأ المسم لسه متحددش الغد دلوقتي طبعا الجنباص كان مشاكل في الانبياد اكد هنرجع ناخد وقتنا شوية الدكتورة هاب أمير رئيس الاتحاد هياخد نفسه وبقى كده نخش على طبعا النشاط الجنباص يعني ماشي كويس لو استمروا بالمعدل ده ان شاء الله ممكن نقرب جدا من المدالية في باريس ان شاء الله 24